اهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع في مواجهة العدوان كلنا واحد والتضامن الوطني فوق كل اعتبار سياسي هذا هو المبدأ أما الباقي فلا يخيف حتى ولو كان خرقا أمنيا إسرائيليا قد يكون الأكبر في تاريخ الصراع مع حزب الله ولبنان ما أدى إلى سقوط شهداء وجرح بالآلاف من لبنان إلى سوريا بينهم طفلة ونجل النائب علي عمار فضلا عن إصابة أبناء مسؤولين آخرين في حزب الله والسفير الإيراني وفي وقت ساد الصمت على المقلب الإسرائيلي أعلن حزب الله في بيان أولي أن الأجهزة الحزبية المختصة تقوم بإجراء تحقيق واسع نطاق أمنيا وعلميا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى التفجيرات وفي بيان لاحق بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات والمعلومات المتوفرة حمل الحزب العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان جازما أن العدو الغادر والمجهم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب والله على ما نقول شهيد ختم حزب الله أما على المستوى السياسي الداخلي فاستنفار حكومي وموقف فوري للطيار الوطني الحر أعلنه النائب جبران باسيل الذي قال في السياسة نختلف أو نتفق أما في مواجهة العدو فنقف إلى جانبكم من دون تردد أمنكم من أمننا ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار وختم باسيل ندعو أهلنا للتضامن ولنجدة أي مصاب أو محتاج قلوبنا معكم وصلواتنا للجرحة رحم الله الشهداء وحمى لبنان من أذى أعدائه إلى ذلك أجر رئيس الحكومة نجيب مقاطئ الذي قدم واجب العزاء بنجل النائب علي عمار في برج البراجنة منذ قليل أجرى اتصالات عجلة بقائد الجيش وقادت الأجهزة الأمنية خلال جلسة مجلس وزراء واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من الأجهزة أو أجهزة الاتصال اللاسلكي مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحة كما أجرى اتصالا بوزير الصحة في رأس الأبيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارق واستنفار كل الأجهزة لنقل الجرحة إلى المستشفيات ومعالجتهم كما أطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على ما توفر من معلومات وتحقيقات فأكد مجلس الوزراء مجتمعا إدانته لهذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي يشكل خرقا خطيرا السيادة اللبنانية وإجراما موصوفا بكل المقيس وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي وقرر مجلس الوزراء بقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل لالجلسة أجر رئيس الحكومة اتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي بيجرز مما أدى إلى سكوط عشرات الجرح والشهداء كما أجرى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس أبيض واطلع منهم على الوضع الصحي والاستشفاء الطارق واستنفار كل أجهزة المزارة لنطل الجرحة إلى المستشفيات ومعالجتهم كما أطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات فأكد مجلس الوزراء مجتمعا إدانته هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي والذي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية وإجراما موصوفا بكل المقاييس وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي وقرر مجلس الوزراء إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل وكان رئيس الحكومة تحدث في مستهل الجلسة فقال نتابع رغم كل التحديات مناقشة مشروع الموازنة إمانا منا بأن هذا واجبنا الدستوري ومسؤوليتنا الوطنية وسنأخذ بعين الاعتبار أوضاع كل العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين وفك ما تسمح به واردات الدولة وقدراتها المالية نحن معنيون بإعادة التوازن إلى المستوى المعيشي وكرامة المواطنين نحن نسمع ونفهم كل أصوات الحق وسنعمل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لكل مشكلة تطرح بعيدا عن أي شعبوية ويبقى الهم الهم الوطني الأول هو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت والاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف اللبنانيين في أرواحهم وأرزاقهم وهذه الإجرامات الإبادية هي برسم المجتمع الدولي مع تأكيدنا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 17-01 بكل بنوده ومندرجاته في عينتين سلسلة لقاءات لرئيس المجلس نيابي نبيه بر حيث التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب الذي أكد بعد اللقاء أن الحال الأساسي يبقى بتطبيق القرار 17-01 كذلك استقبل بر المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا فيليب لازاريني الذي أشار إلى أنه يجب أن نكون متحضرين للأسوأ مع أننا نأمل بأن لا يحصل هذا الأسوأ فالوضع وفق لازاريني بالفعل مثير للقلاق والأنروا تواجه هجمات دائمة بحثت اليوم مع جوت الرئيس نبيه بر التصعيد الإسرائيلي والتهديدات والتسريبات الإسرائيلية الأخيرة حول نية إسرائيل القيام بعملية عسكرية واسعة على لبنان وقد توافقنا بأن هذه التصريحات والتهديدات لا تفيد أجواء التهديئة وخفط التصعيد التي نعمل عليها كما أنها تزيد الأمور تعقيدا لجهة إمكانية عودة المهجرين والنازحين على جانبي الحدود إلى قراء يبقى الطريق الأفضل لتحقيق العودة وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب هي من خلال تطبيق القرار ألف سبعمائة الواحد والمساعد الدبلوماسية التي تقوم بها بعض الدول هذا الصباح أيضا نقشنا وتحدثنا عن وضع الأنروا التي تواجه هجمات دائمة هناك دعوات لتفكيكها وحتى هناك ضغوط تمارس من إبل لكنيسة الإسرائيل بهذا الاتجاه ويكاد لا يمر يوم من دون أن تستهدف منشآت الأنروا أو موظفي الأنروا أيضا داخل غزة إلى ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جويتاريتش في مقابلة مع وكالة فرانس بريس على أن لا شيء يبرر العقابة الجماعية الإسرائيلي اللاحق بسكان قطاع غزة الذين يعانون على نحو لا يمكن تصوره ووجه الأمين العام انتقادات حد لطريقة التي تدير بها الدولة العبرية حربها في القطاع الفلسطيني المدمر والتي تدخل الشهر المقبل عامها الثاني وقال هذا أمر لا يمكن تصوره مستوى المعاناة في غزة ومستوى الموت والدمار لا مثيل له في كل ما شهدته منذ أن أصبحت أمينا عاما عام 2017 وأضاف بالطبع ندين كل هجمات حماس الإرهابية وكذلك احتجاز الرهائن الذي هو انتهاك مطلق للقانون الإنساني الدولي نعود إلى النشرة بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد كتب رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران بسيل على أكس جيد أن تبادر حكومة تصريف الأعمال ورئيسها مع الوزراء إلى العودة عن قرارها بما يخص سمح بتسجيل طلاب السوريين غير الشرعيين في المعاهد والمدارس اللبنانية على أمل الثبات ومع الشكر لمن ساهم إلا أن هذا يعني أنه يتوشب على الحكومة وعلينا جميعا أن نتابع كل ما يلزم من إجراءات لعودة النازحين السوريين كافة إلى بلادهم وللوصول إلى عدم وجود أي نازح سوري في المدارس اللبنانية وكان وحد من الطيار الوطني الحر زار وزارة التربية حيث طالب بالتشدد في موضوع رفض تسجيل السوريين وحيازتهم الأوراق الثبوتية اللازمة وإما تشريع وضعهم ووجودهم في لبنان عبر حصولهم على الإقامات الشرعية والقانونية أو انتقالهم إلى سوريا بعد قرار الحكومة المتعلق بالسماح للطلاب السوريين غير الشرعيين التسجيل في المدارس الرسمية والخاصة زار وفد من التيار الوطني الحر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلب لمناقشة هذا القرار وتم البحث في خطورة تطبيق القرار رقم 63 الصادر عن الحكومة المستقيلة والمتعلق بالسماح للطلاب السوريين بالتسجيل للعام الحالي من دون حيازتهم إقامة صادرة عن المراجع الرسمية المختصة وشدد وفد التيار على ضرورة إلغاء هذا القرار لعدم قانونيته إذ أنه يخالف القوانين اللبنانية وأكد النائب سزر أبي خليل أن التيار أبلغ الاعتراض الشديد لهذا القرار الذي سيساهم بشكل كبير في تطبيع وضع النازحين لدمجهم وتوطينهم في لبنان أكيد بلغنا اعتراضنا ومعارضتنا الشديدة لأرار الحكومة يلي بيساهم بتطبيع وضعهم في لبنان وأكيد يلي بيمهد لدمجهم وتوطينهم في لبنان طلبنا من معالي الوزير يلي شفنا عنده التعاون بهذا المجال موضوع التشد بموضوع تسجيل السوريين وحيزتهم على الأوراق السبوتية وذلك غاية إما تشريع وضعهم عبر تسويتهم في لبنان عبر حيزتهم على الإقامات والإجازات المطلوبة قانونا في لبنان أو عبر انتقالهم إلى سوريا خاصة وأنه أكتر من 90% اليوم من الأراضي السورية بيتت آمنة المدارس في سوريا فتحيت ويمكن للسوريين الزهاب إلى سوريا والالتحاق بمدارس السورية ومتابعة المناهج السورية في بلدنا هذا حقهم وهذا حقنا كمان نحن أنه مدارسنا ما تحمل هذا العبئ خاصة وأنه اللبنانيين هناك تسرب كبير من الطلاب اللبنانيين بظل غلاء الأقصاد من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وأيضاً اللبنانيين لا ما بيقدروا يتسجلوا بالمدارس اللبنانية دون اكتمال أو ريقهم فبالتالي التشدر مطلوب بهذا الأمر حتى ما يتم تطبيع وضع السوريين الغير الشرعيين وكل الموجودين الأجانب بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية تمهيداً إلى دمج وتوطين هذا كان موضوعنا نحن لأينا التعاون عند معيل الوزير ونحن سنكمل بهذا السيئق غاية ردع الحكومة عن اتخاذ هذه القرارات المميسلة تساهم بتطبيع الأمر ودمج السوريين إلى ذلك تمت مناقشة مواضيع تربوية أخرى تتعلق بالعام الدراسي والأساتذة وموضوع التفرق في الجامعة اللبنانية وتم الاتفاق على استكمال التعاون لدعم القطاع التربوي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد وضم الوفد إلى النائب سيزار أبي خليل النائب نيكولاس حناوي ونائب رئيس الطيار لشؤون الإدارية غسان الخوري ورئيس المكتب التربوي في الطيار رودولف عبوت واليوم عقد المجلس السياسي للطيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وفيما كان يناقش والأعمال الذي يتضمن حرب غزة والجنوب وملفين الرئاسة والفساد إضافة إلى قضية تسجيل الطلاب السوريين في المدارس تبلغ بموجة تفجير أجهزة الاتصالات في عدد كبير من المناطق اللبنانية ونظرا لخطورة الحدث توقف مطولا عنده واكتفى بحصر البيان بهذا الاعتداء الخطير واعتبر المجلس أن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي من تفجير لأجهزة الاتصالات مؤشر إضافي خطير على نيته برفع وطيرة العدوان وتوسيعه ويترافق مع تصلب في المواقف في تل أبيب والدعوات المتكررة لشن حرب كبيرة على لبنان إن الطيار الوطني الحر وفق البيان يتقدم بالعزاء بما نستشهد ويتمنى الشفاء العاجل للجرحة ويؤكد وقوفه إلى جانب المقاومة وأي لبناني في مواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان ويدعو اللبنانيين إلى التضامن فيما بينهم وعدم الإنجرار إلى الأحقاد والتفرقة لأن المستفيد الأول من ذلك هو إسرائيل وأكد الطيار وضع إمكانته بتصرف أهلنا المصابين والمحتاجين ودعا كل من لديه القدرة إلى تقديم المساعدة والمعونة اللازمة إلى ذلك وفي خبر ورد قبل قليل أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء وقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة وذلك استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الإسرائيلي بحق المواطنين والذي أوقع شهداء وجرحة بالألاف نعود إلى النشرة بعد هذا الفاصل وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع ومواقع التواصل يوتيوب اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة